كابتن خاردة جي لك بقى وعايز اقول يعني مكوك الادارة كلها في النادي الاهلي الله يخليه اقول لي السنة دي برضو ناحية الادارية كمان اكيد قبلتك مشاكل يمكن كابتن محمد بصالحي الكلام عن ناحية الفنية وهو ادر على قد ما يقدر نحق الاستقرار الفني للفريق بشكل ان هو يعدي الفترة الصعبة دي اكيد برضو انت كان عندك فترات صعبة الحقيقة بشكر حوضتك جدا كابتن هيسم احب قبل ما اتكلم يعني اشيد بادارة النادي الاهلي متمثلة في مجلس الادارة بقيادة كابتن محمود الخطيب الاسطورة وادارة النشاط الرياضي واشيد بالجهاز الفني والاداري المحترم وحب اقول ان انا حضرت كابتن ميدو وكابتن جمع وكابتن تامر تايجر وهم العيبة فاحنا مش قاعد عن بعض الروح اللي عاملها كابتن محمد مصلحي يعني ممكن الناس تبقى لمساها لكن احنا شايفينها اكتر كابتن محمد مصلحي انشأ روح من الود والحب بينه وبين اللعيبة وبينه وبين الجهاز وبينه وبين اللعيبة يعني شيء خارج وحب اقول كلمتين برضو مهمين جدا اذا حسنت النواية صحيح تمام اه حسن العام اه الصالح العام طبعا طبعا فالنواية بتاعة الراجل المحترم كابتن محمد مصلحي وكل الجهاز انا شخصيا يعني فرض داخل منظومه يعني بتتكلم ومشاعرك يعني انت مش قادر حتى يعني المشاعرك بينك هم عبايب جدا وناس انا بعتبرهم اخواتي فانا بشتغل من حب النادي الاهلي ومن حبي للجهاز واللعيبة اللعبين دول يعتبروا ابنائي انا المفروض ان انا وكابتن ميدو عارف الكلام ده والجهاز ما بسيبشي اللعيبة في اي مشكلة خاصة او عامة اللي انا متواجد معك اه ممكن بقى حضرتك تسميني جندي مجهول اه اخ كبير والد اه حضرتك اه لا انا مش اقول والد اشان ما كباركش اقول اخ لكن عايز اقولك على حاجة بقى فضل كابتن زي ما اشدت بالجهاز واشدت بالكابتن محمد مصلحي كابتن محمد مصلحي صعب جدا في شغله في شغله طبعا طبعا ما لازم نجح كده وما بيحبش غلطة اللي عايز ينجح لازم لا انا بكلمك بقى من داخل مش مستغرب من داخل الكواليس مش مستغرب يا كابتن مكتب حدك وآه دقيق جدا يعني ممكن تلاقي تليفون مسلا ساعة واحدة بالليل خلد فيه كذا 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 لازم تتعامل صح لازم تتعامل مزبوطة مش مستني بقى ان ممكن مثلا نروح فندق نلاقي فيه مشكلة نلاقي بس مش عارف ايه نلاقي موقف تاني حصل مفيش الكلام ده هو لا يعترف لا يعترف بالصدق زي ما بيقوله عايز كل حاجة في معدها عايز كل حاجة برغم حنيته جدا مع اللعيدة وحنيته مع الجهاز لكن هو دقيق جدا وما بيستحملش الغلطة تمام؟ نقطة تانية اللي انا عايز اقولها حضرتك الجهاز يعتبر شخص واحد احنا حاسين كده يعني احنا حاسين شخص واحد وحاس من روح حضرتك شخص واحد مفيش كلام كل واحد عارب بيعمل ايه في الفندق كل واحد عارب بيعمل ايه الفوز ده كان غالي علينا جدا لاني حضرتك انت عارف مدرسة النادي الاهلي مدرسة النادي الاهلي مش ان احنا نرد على كلام نقال وصوشال ميديا واخبالك وخاصة الاسبوع الاخير وبعض الاشخاص اللي اللي اتكلموا وقطعوهم في الفندق يا عدم يا كابتن يعنيك اللي بتدمع دي غالي علينا جدا يا كابتن وانت بتقول الكلام بحب واحنا حسينه ويعني جد انا بقولي للناس بس المكسب بيجي من ايه من اللي حداك بتقوله ده من روح اللي حداك بتقوله اشتركوا في القناة